إلى زعيم الكون ورئيس جمهورية الكوكب الشرس الغامض الغريب والمثير للجدل وشخص الوحيد القادر على إعادة الكرة الأرضية بأصول ظلم مرعب الجميع الذي لا يرحم مع شوق السوشال ميديا الذي نسجت حوله قصص وأساطير مرعبة إنه بالتأكيد وبالفعل الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي تسبب في حالة من الهياج على منصات التواصل الاجتماعي بسبب منشور رائج مائج جاء فيه رئيس كوريا الشمالية يصل روسيا ويخبر بوتين قائلا لنضرب أمريكا ماذا تنتظر؟ بعض الحسابات وصفحات وضعت تعليقات مثلها حتحشين يا أمريكا الحقيقة هي أن المقطع قديم ولا علاقة له بالأزمة الأوكرانية وهو يسجل زيارة رئيس كوريا الشمالية لجزيرة روسكي في الشرق الأقصى لروسيا في الخامس والعشرين من شهر أبريل عام 2019 حيث عقدت أول قمة بين بوتين وكيم وهي القمة التي اعتبرت أنذاك فرصة لكوريا الشمالية لإظهار أن لديها حلفاء أقوية بعد انهيار المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في فبراير من العام نفسه أما بالنسبة للأزمة الأوكرانية فكوريا الشمالية من بين دول قليلة أيدت الموقف الروسي مثل بيلاروسيا وفنزويلا وإيران والحوثيين وبالطبع نظام بشار الأسد